الألاف من الأثرياء الأجانب يأتون إلى بريطانيا سنوياً ويجلبون معهم عاملتهم المنزليات عالية قدمت كخادمة لعائلة عربية وتقول إنها كانت تعامل كالعبيد وعدوني بأنهم سيدفعون لي عندما نصل هنا لكنهم لم يفعلوا أبدأ عملي عادة في السادس صباحاً حتى الثانية عشر ولا أحصل على فسحة ولا أخرج نهائياً أشعر بأنني عبدة قالوا لي لا حقوق لك ولا تستطعين مقادتنا فافعلي ما نطلبه منك بعد فترة هربت تعالية من العائلة مما يعني أنها أصبحت موجودة هنا بشكل غير قانوني وتختبئ طوال الوقت لأنه سيتم ترحيلها إذا تم العثور عليها فبحسب قوانين الهجرة الجديدة فإن العاملات المنزليات الأجنبيات محصورات بعائلة واحدة هؤلاء العاملات الأجنبيات يجتمعن في قلب لندن يوم الأحد من كل أسبوع من أجل تعلم اللغة الإنجليزية العديد منهن انضم لهذه المجموعة بعد الفرار من الإساءة الجامعيات الخيرية تقول إن قوانين الهجرة الجديدة جعلت العاملات المنزليات أكثر عرض لما يسمى العبودية الحديثة القوانين المتشددة أكسبت رب العمل سلطة مطلقة للتحكم بهؤلاء العاملات فتقييد منح التأشير برب عمل واحد سهل من استعباد العاملات المنزليات الأجنبيات في بريطانيا تقول الجامعية إنها شهدت زيادة ملحوظة في الإساءة إلى العاملات المنزليات ضمن القوانين الجديدة حيث وصل عدد من لم يحصلن على أجرهن بحوالي النصف وتقريبا جميعهن يحتجزن داخل البيوت وزارة الداخلية ترد بالقول إن إجراءات جديدة وضعت لوقف العلاقة السيئة بين أرباب العمل وعمالهم وتتضمن هذه الإجراءات مجموعة من الخيارات لمن يحتاج مساعدة من العمال وزير الداخلية يقدم مشروع قانون يعتبره نشطاء حقوق الإنسان يشرع لعبودية حديثة قانون ينظرون إليه على أنه غير الصحيح ويطالبون السلطات بمراجعة قوانين الهجرة الخاصة بالعمالة الأجنبية